بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية الترحيب بكم جميعا في فعاليات اليوم الأول من ملتقى شباب المعرفة الذي تنظمه مؤسسة محمد براشد المكتوم للمعرفة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإمائي لإتاحة منصة لتعزيز الشراكات المعرفية والإضاءة على قصص النجاح العلمية والمعرفية والفكرية محليا وأقليميا وعالميا وتحفيز المبدعين والمبتكرين الشباب في على خوض غمار التحديات المعرفية والإطلاع بدور قيادي في تسريع وثيرة التطور والتحول المعرفي فتحوا بخطينه، انساني حسنسكة وتحكمة العلمية والإطلاع دينامه حجزي والمعرفة والإضاءة والعطاق منكم في الظنال منها الرجل أفضل من تحديد المعرفة للتحديد في العلمية الأول التي يتم تحديد من الطريق المعرفة بالمحمد براشد المكتوم المعرفة بالتحديد في الامن مع قارن المدينة العام للإتحالي To provide a platform to enhance knowledge partnership, shed light on scientific knowledge and intellectual success stories, locally, regionally and globally. The forum is intended to motivate young innovators to navigate knowledge challenges and play a leading role in accelerating the pace of development of knowledge and transformation. السيدات والسادة يشكل ملتقى شباب المعرفة منصة لتأكيد أهمية المعرفة كركيزة من ركائز التنمية وتطوير قدرات الشباب وتحفيزهم على تحقيق طموحاتهم المعرفية وتشجيعهم على الابتكار والإبداع المستمر في مجالات نشر ونقل المعرفة. أريد أن أبدأ المعرفة لكي أسمى عبدالله الغامدي من أبضابي ميديا وإنهي ممتازل معكم في وقت هذه المعرفة من هذا الفورم. The Knowledge Forum constitutes a platform to underline the importance of knowledge as a pillar of development, develop the capabilities of young people, motivate them to achieve their knowledge, aspiration, and encourage them to continuously innovate in the area of knowledge, dismantling and conveyance. نبدأ جلسات اليوم الأول من ملتقى شباب المعرفة بالجلسة الأولى والمخصصة للحاصلين على جائزة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة حيث تبحث في أعمال الفائزين وإنجازاتهم في المجال المعرفي. دكتور شانج يونج جن هو بروفيسور لدى الأكاديمية الصينية للعلوم والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومركز شانجهاي للصحة العامة. الكنتسة فرانسيسكا كاستل رئيس مؤتمر لينداو للفائزين بجائزة نوبل. سعادة سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وتدير هذه الجلسة الزميلة ميشاو جاووش إعلامية من شركة سكايو نيوز. نبدأ الأولى السشآتراك في هناك السشآتراك في الدوالة المعرفي. الآن السشآتراك فيه الأولى للحواهر محمد بن راشد المكتوم عنها. التي تحدث في عمل النفاق الك dropshare والعاقافة في المعرفي. سور جون يونج جن، عمشة المحافي في الحكومة التحقيقية للفضاء والطلاق في الحكومة المكترات العامة والطلاق في الحسن والموقع للصبح. كنتسة فرانزيسكا كستل هدفة الانترنشان لينداو نوبل لاورت ميتين سالم الماري جنرال محمد براشد سبيس سنتر ستكون مدرات بميشا جاووش نوز انكر سكي نوز اربيا ستكون مرحبا سعيدة وفخورة جدا اني عم كون عم دير هيدا الجلسة الحوارية وخصوص انو انا جاي من مؤسسة شكرا لها المنظمة انو اسقت فيها مؤسسة سكي نوز عربية ثلاث انجازات عم بيتكرموا او ثلاث مكرمين يبطا عن منظماتهم عم بيتكرموا معنا اريد ان اشعر لكم على اشعر لكم على اشعر لكم على هذا المعيش اعرض من الشيخ محمد بن راشد المعيش المعيش ونحن مدرات لكم هنا اشعر للمعيش لا يتحدث مكتبا من اشعر لكم بالطبع ستكون 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 سالم المعيش مدير عام مركز الفضاء مركز محمد بن راشد للفضاء بدأت فكرة مسبار الامل كانت هي فكرة قبل ان تكون حلم نحكى فيها من 8 سنين من قبل صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم وتحققت ومش بس مسبار الامل تحقق ووصل الى المريخ انما ايضا الامارات حققت انجازات بين الحضور في شباب كتير يمكن في رياديين يمكن عندهم احمال تحقيق اعمال اهمية التمسك بالحلم وبالافكار انما عبر المعرفة مشكور اختي ميشا وشكرا على استضافة والجائزة ونيابتا عن المركز طبعا اشكر مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة على الحدث اليوم وطبعا مثما تفضلت اختي ميشا اليوم اذا نتكلم عن مسبار الامل بدأت بفكرة قبل تقريبا 8 أو 9 سنوات ولكن فكرة او حلم بدون استراتيجية بدون رؤية ما منها فايدة الظل هاي فكرة او الظل احلام احلام لا تتحقق فاليوم لنحن تعلمنا من المشروع هذا وايضا من سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد قال المكتوم ان جميل ان تكون عنا فكرة واحلام ولكن لازم نضع خطة عمل واضحة ولازم نضع استراتيجية كاملة للفكرة هذه لتحقيقها فاذا نتكلم عن فكرة مسبار الامل طبعا بدت تقريبا من ثمانة وتسع سنوات ولكن البذرة الرئيسية انزرعت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قبل تقريبا عشرين سنة في تأسيس مركز محمد بن راشد الفضاء تأسس المركز عام 2005 2006 أنا شخصيا كنت واحد من أول مهندسين اللي انضموا للمركز هذا والبذرة هذه والفكرة كانت اليوم نحن كدولة نعتبر دولة مستخدمة للتقنيات الفضائية وليست دولة مصنعة للتقنيات الفضائية ليست دولة عندها معرفة كثيرة في مجال الفضاء أو في قطاع الفضاء فبداية المركز كانت ليش ما نقدر نحن كدولة كشباب عرب واحد بيسة ثنين وخليفة وطبعا انتهينا بمسبار الأمل والأسبوع القادم نطلق مشروع على سطح القمر فلو تلاحظين البذرة والاستراتيجية طويلة المدى واستثمار نشوفه مهم جدا في الدولة مبني على استراتيجية من صاحب السمو والتنفيذ على المركز مرحبا من جديد السيدة فرانسيسكا كاسل لقد جئت إلينا من مؤسستي لينداو لقد قمت بأبحاثي وقرأت الكثير عنكم ولكن ببساطة وبإجازة ما هي فكرة هذه المؤسسة وهذه المنظمة من أين أتت هذه الفكرة المبتكرة ولماذا قررت دفع شباب والعلماء الشباب جعلهم يقابلون الحائزين على جائزة نوبل أكثر من خمسين منهم ربما لمرة واحدة في السنة ويقضون أسبوعا واحدا في مدينة لينداو يحتكون مع بعض من البعض يتحدثون تبادلون المعارف والخبرات حسنا في الواقع تخيل لو كنت لتصبح عالما شابا وتحلم بمسيرتك المهنية في الأبحاث وتقرأ عن كل هؤلاء الأبطال والكتب لم أكن جيدة في ذلك ولا أنا ولكن لا يزال بإمكاني تخيل كيف سيكون الأمر تقرأ عنهم كل الأبحاث التي قاموا بها وكيف سيكون الأمر بالنسبة لك ما الذي تعنيه فرصة مقابلتهم شخصيا والنقاش معهم حول مشكلاتك البحثية وحياتك المهنية وما تسعى إلى تحقيقه في الحياة وما تواجهه من مشاكل في البحث والفكرة هي حقا أن يلتقي شباب بأبطالهم الشخصيين وأبطالهم في الأبحاث والتقائهم شخصيا لذلك هناك ستمائة عالمين شاب تم اختيارهم من جميع انحاء العالم للحضور إلى لنوم أو لنوم لمدة أسبوع واحد في هذا الأسبوع يلتقون يتحدثون ويتناقشون ويتناولون الغداء ويمشون مع بعضهم البعض وبالتالي يمكنهم التحدث عن كل شيء هذا الأسبوع هو تجربة تغيير مجرى الحياة بالنسبة لهم على أي حال سنشاهد مقطع فيديو فيديو قصير يشرح أكثر للحضور عن ذلك هل يمكنكم رجاء تشغيل الفيديو لتكون قادرا على تبادل ما يعمل عليه الجميع ومعرفة كل هؤلاء الأشخاص شخصيا يمكنك بناء مجرد حياته شبكة شبكة المعارض قويلة الهد اجتمع الفائزون بجائزة نوبيل على هذه الجزيرة الجميلة فرصة للاستمتاع والتعلق من تجرب الحياة التي مكنتهم من الفوز بجائزة نوبيل إنها تجربة فريدة من نوعها هذا يدعم مستقبل العلم من خلال دعم الطلاب للمجيئين هنا سيصبح العديد منهم قادة المستقبل في علوم في أوساط الأكادمية والصناعة بغض النظر عن هذا اللقاء من الصعب جدا التفاعل مع مثل هذه العقول المبدعة المختلفة في مرحلة ما لا تعرف أبدا أبدا عفوا أنها ستغير حياتك لذن فإن ليندو هي تجربة تغيير المطيحات ما أراه هنا هو أن الشباب المهوب يقضون وقتا في حياتهم ويتعرفون على بعضهم البعض باسم العلم ونحتاج إلى المزيد من هذا لدفع عالمنا إلى الأمام هذا مثير للاهتمام شكرا جزيلا على هذه الدقيقتين أعتقد أن منظمتكم تقوم بالكثير من الجهود العلماء الشباب على أي حال سنتحدث أكثر عن هذا الخصوص سأحول الكلمة إليك دكتور شونج يونج واعذرني إذا لم أتم أقم بنطق اسمك بشكل صحيح إذن دراستك للجنوم البشر بدأت في ثالث من شهر واحد من شهر يناير من عام 2020 أين حل الوباء بالعالم لما استلمت صندوق المعدني يحتوي على عينات تعود لمرضى من وهان يعانون من التهاب رئوي غير مألوف ربما وبدأت تبحث لوضع الأمور في نصابها أخبرنا عن هذه التجربة خاصة أننا الآن لا نرتدي الكمامات ربما كلنا لا نرتديها إذا لم أكن مخطئة يمكننا القول أننا تجاوزنا الوباء أو أنت تحذرنا عن أمراض أخرى مثل ما قلت إذا لم نتجاوز وباء كوفيد 19 هذا فإن البشرية سوف تعاني من أبئة أخرى كان هذا بمثابة تحذير منك قلته سنة 2020 نعم أشكركم جزيلا على هذا الإطراء بالنسبة لي أعتقد أنني فعلت ما توجب علي فعلها فقط لأنه مثل ما تعلمين مشروعنا في المركز الصيني لمكافحة الأمراض الوقعية عام 1998 وقت عملي كان في مراقبة الأمراض الطبيعية المعقولة تشمل داء الكلب وما إلى ذلك والقيام بالكثير من أعمال تحديد وتوصيف الفيروسات العادية إذن حلمي هو كيف نتنبأ نشوء العدوى ما ود أن نعلم السؤال القادم رغم أننا لا نحب ظهورها في جسم الإنسان لكن لا نعلم قليلا عن الفيروس لدينا معلومات كافية إذن طبعا لتغيير البيئية والتغيير داخل المجتمع البشرية رمى أننا لا نحب وجودها في جسم الإنسان لكنها سوف تظهر بكل تأكيد ربما بعد سنة أو بعد سنتين إذن حلمي هو كيف نتنبأ العدوى القادمة إذن هذا ما نريد هذا ما يحدث عن طريق العلم الذي نحن هنا من أجله في هذا المنطقة صحيح؟ بلى أولا أريد أن أعرف كيفية تحديد هذه العدوى في الطبيعة وكيفية تصفحها إذن حتى وإن لم نستطع أن نتعرف ونعرف كيف نفهم بشكل جيد بيئة هذه العدوى وعلاقاتها في حالة عدم وجود أي بيروس وآية ناقبات فهي تعرف ديناميكيتها في الطبيعة ربما في المستقبل لن نستطيع تنفع عن المخاطر على نحو دقيق ومباشر لكن أعتقد أنه في الوقت الحالي لا نستطيع عدم التركيز في هذا الهدف لأننا نعلم قليلا فقط من المعلومات هذا تحدي لكن أنا أعتقد أننا لا نستطيع بكل تأكيد القيام بذلك ببساطة يمكن المقارنة التوقعات الأساسية اليوم قبل عشر وعشرين سنة ستجدينها الآن تنبؤات المناخ أصبحت دقيقة أكثر وأكثر الآن أعتقد أننا لم نستطع حتما أن نصل إلى التنبؤ بالأمراض المستجدة في أقرب وقت لا نستطيع بلوغ هدفنا عند ظهور ظهور مضر مرض أخر عفوا لا نستطيع تحديد العوامل المسببة فورا حتى إن لم نستطع تحديد العوامل المسببة فور ظهورها وإطلاق أحكام صحيحة التصريح بالأعداد الصحيحة ومنع عمليات الاختناع ضروري جدا ربما الفيديو الذي سنشاهده الآن سيشرح لنا أكثر كل هذه الأفكار العلمية المعقدة التي تحاول أن تشرحها لنا جيد مرحبا أروا أنا جان يونجن من كين في المقبل المقبل أمام عمليات في بيجين وعندما عمل في فدان في شانه سنة 2020 حتى بيجان أن نستم تهم ونحن في براجعة والشيو ويستغراء أمام 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 علاقة المخطورة الانيجاب ومنخطويا لن تدربان البلد أو أمام الفيديو للشيو للشيو حسنا لأن نام بيجب تحسنا لدينا جد العائع حسنا في العمي Through the network, we have collected lots of animal, environmental, and human samples. And we have also established the protocols of pesticide finding. None and unknown pesticides were screened in these samples. Remarkably, more than 5,000 new viruses have been discovered, including the significance, such as German virus, True virus, and Chin virus. Importantly, the newly discovered RNA virus not only fill the gaps in virus evolution, but also indicate that all RNA virus have a common ancestor, and non-originary history. And they are an integral part of the ecosystem. Our findings in virology are committed to reshape the RNA virus field and change virology. When COVID-19 emerged in Wuhan at the end of 2019, One sample from a patient with serial pneumonia was collected in Wuhan by our partners and sent to our lab on January 3, 2020. Based on our long-term work and understanding of virology and infectious diseases, We immediately start to screen an artificial entological agent. Within less than 40 hours, we obtain a whole genome of the virus. According to our analysis of the viral genome, its relation to the non-pathogenic coronaviruses and cleaning a featured patient are made following judgments. A lithological agent on non-pneumonia in Wuhan is a SARS-like coronavirus. It is a novel coronavirus in taxonomy, the virus is transmitted through respiratory tract. And the disease will be more serious than high, pathogenic, even influenza. Inmediately, we report our results and judgments to the related governmental departments in early, and suggest that preventive and counter-merge should be taken in public, and antiviral treatment should be deployed in clinic. In addition, we deposed the genome sequence NCBI in the afternoon. Considering it is possible that the virus will cause a global pandemic, we share the viral genome to the world in the morning of January 10th. It is believed that identification and genomic release of SARS-CoV-2 has established the foundation for the development of detection and virus. The day that we shared the viral genome was considered a turning point in the global fight against the COVID-19 pandemic. Thank you. Thank you. Mr. Salem, Mسبar الأمل حقق مكاسب ويعتبر إنجاز ليس فقط إماراتي عربي. إنما أيضا عالمي. لأنه متل ما صرنا منعرف. المصبار يرسل بيانات وصور ومعلومات يمكن لأكثر من 200 مركز علمي يستفيد من خبرات هذا المصبار ومن الصور التي تصله وكل هذا كرسته دولة الإمارات ووفرته هذه الثروة المعرفية من دون أي مقابل بما أنه نحن بملتقى أو على هامش ملتقى شباب المعرفة برأيك قديش مهم هالخبرات والتبادل المعرفة من دون أي مقابل مهم من أجل العلم من أجل التقدم بمجال الفضاء والفلك لسيما أن دولة الإمارات تعتبر بين خمس دول قدروا يوصلوا على المريخ ومن ضمن الثلاثة اللي وصلوا من أول محاولة نعم طبعا يمكن قبل ما تكلم عن البيانات العلمية تكلم شوي عن المشروع والمركز لأن اليوم المركز والمشروع هذا يمكن عندنا عاملين رئيسيين أدوا إلى نجاحها أول شيء المركز مبني على طاقات الشباب يعني إذا تكلم اليوم عن العمر الافتراضي اللي موظفي المركز لدينا 200 مهندس كلهم إماراتيين العمر المتوسط للعمر 27 سنة فلو تلاحظين أن طاقات الشباب هي اللي وصلتنا إلى المريخ يمكن العامل الثاني اللي نتكلم عنه هو طبعا عندنا ثقة من القيادة في الشباب هذيلا وقدراتهم ولكن العامل الثاني اللي يمكن دائما نتكلم عنه هو المعرفة نحن عندنا برامج مختصة لناقل المعرفة وأعطاء الفرص يعني ليس العديد من المؤسسات الكبيرة أو دول باقي الدول تتعاطى مع الشباب بنفس الطريقة التي تتعاطى فيها دولة الإمارات نعم طبعا أعطاء الفرص والثقة وبناء المعرفة فاليوم نحن نتكلم عن المعرفة في مركز محمد براش الفضاء نستثمر في المعرفة كأول شيء وأهم شيء بالنسبة لنا يعني في النهاي شيء استراتيجي بالنسبة لنا لدينا برامج مختصة لناقل المعرفة نرسل مهندسين حول العالم لفترات مطولة في منهم ذهبوا إلى كوريا الجنوبية عاشوا هناك لمدة عشر سنوات كلها في برامج نقل المعرفة فهذا دليل اليوم على أهمية المعرفة فإذا نتكلم عن المركز ومشروع مسبار الأمن نتكلم عن المعرفة ونقلها والمحافظة عليها وأيضا طاقات الشباب والثقة فيهم وإعطاهم الفرص إذا نتكلم عن البيانات العلمية طبعا اليوم أي شخص عايش اليوم على الكرة الأرضية أو اليوم كل الأشخاص الموجودين في القاعة يستخدمون البيانات التي تطلع من قطاع الفضاء ففي أشياء نستخدمها بشكل يومي مثل يعني النافغيشن لوصول إلى منطقة معينة الخرائط التي تطلع أقمار صناعية للطقس تبين حالة الطقس فهذه استخدمات يومية إذا نتكلم عن بيانات علمية من مسبار الأمل هذه تكون بيانات تخصصية فعادة تنعطى لجامعات معينة مثل ما تفضلت عنه أكثر عن 200 جامع اليوم تأخذ البيانات هذه وأيضا عنها جامعات عربية البيانات هذه تكون موجودة للكل ممكن حتى ما تكون جزء من الجامع يدخلون على منصة ينزلون المعلومات هذه وأشخاص من بيتهم شباب من بيتهم يقدرون يحللوا البيانات من سطح المريخ هذه أيضا فرصة تعطيها دولة الإمارات العربية لشباب العالم والشباب العربي لدراسة مثل هذه البيانات سيدة فرانسيسكا كيف يمكنك تعامل مع شباب والفائزين بجوائز نوبل هذا الاختلاف بين الجيلين عندما يقضون الوقت مع بعضهم البعض كيف يساهم هذا في ترسيخ المفاهيم والمعتقدات الجديدة وليس الفوائد العلمية فقط نحن نتحدث عن المعرفة الخبرة التطوير والابتكار كل هذه المفاهيم هل يتم تطبيق كل هذه المفاهيم في هذا الأساس عند كل اجتماع يقومون به خلال أسبوع واحد في لينداو هم في الحقيقة معذرة لدينا لقاءات أخرى في العام المقبل في الطب والسنة التي تليها في الفيزياء ثم في الكيمياء لذا إذا أتيت إلى هناك لحضوري لقاء الطب فأنك تعتقدين أنه يخص الطب وفقط لكن الطب مجال واسع فهو لا يركز حقا عن موضوع واحد يجب أن يكون الجميع منفتحا حقا ويجب أن يكون الجميع منفتحا في العلوم ومتفتحا في العلوم ولكن أيضا في المستوى الشخصي يجب أن يكونوا من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك لا يعرفون بعضهم البعض لديهم أسبوع فهو واحد فقط لتعرف على بعضهم البعض إذا هكذا يصلون ويبدأون في الموعدة بطريقة ما والشباب يلتقون ببعضهم البعض لكن يقابلون أيضا العلماء كبارسين إذا نحاول حقا كاسرا الحدود تلك التي تفصل بين الأجيال والثقافات والأديان وإن كان العلم وحتى العلم بذلك من المهم جدا في لنداء التعلم من جميع أنواع الأشياء التركيز ليس فقط على العلم لأننا لسنا مثل تلك المؤتمرات النبوذجية التي تتناول أحد المواضيع العلمية قد يكون هناك علماء شباب هنا ربما ترغبين في إدخالهم إلى الملتقى يمكنني أن أوصي بذلك بشدة إنه أمر رائع دكتور جون هل هناك مجال للخوف التردد أو التردد في نشر المعرفة أو كل ما نعلمه أن أي شيء قد يكون محقوفا بالمخاطر على البشرية يجب أن ننشره بشكل مباشر حتى لو كان خاطئا حتى لو تسبب في سوء تفاهم أو مفهوم خاطئ تريد مني إعادة ما قلت هل أمكنك من فضلك إعادة سؤال نعم هل هناك مجال للخوف في نشر المعرفة نعم أعتقد أنه سؤال جيد جدا وهي فكرة وموضوع جيد عن التطور الذي نشهده في العالم أي شيء يتعلق بالتكنولوجيا في الأداء البشرية هو بمثابة قوة بإمكان المعرفة أن تغير العالم وبإمكان المعرفة والتكنولوجيا أن تغير حياة كل شخص بالنسبة لي شخصيا مجالي هو المكافحة الأمراض المعضية ليس فقط في بلد واحد أو وطن واحد بل في العالم بأسره الأمراض التي تحصل الآن أو نراها في الصين ستصاب بها الشعاب الأخرى ربما إذن في بلدان أخرى الأمراض المعضية إذن في علوم شعوب الأخرى يجب أن تكون متاحة للمشاركة مع باقي بلدان العالم من المهم جدا أن تشارك هذه المعرفة ومهم جدا لشباب أن تتشارك هذه المعلومات لا يمكن المشاركة في مكان واحد فقط الشباب خاصة الممتين منهم لم يستطيعوا مواكبة العلم في السابق إذن مقارنة بين هذه العلوم مثل الفيزياء والكيمياء ممكن في علوم الزمن السابق لم تكن لدينا العديد من المعلومات أو الكثير من المعلومات إذن فقط العلماء الشباب الموهوبين بإمكانهم القيام بالمزيد والكثير ليكون العالم في وضع أحسن وأحسن بكثير إذن لنا بإثار حديث عن المعرفة يمكن أول من حكى عن مصبار الأمل كثير طلع ألقاب على صفات كان هناك تحدي المستحيل وكأنه هذا شيء مستحيل لن يتحقق إنما الإمارات ترسخت مفهوم اللامستحيل ليس فقط على صعيد مصبار الأمل ومثل ما نحن نعرف أوقات لما تعرف كثير تقول ياريت معرفة يعني في يمكن عالم تنصدم منهم أشخاص أو وظائف تقول ياريت معرفة هل بعلم الفضاء والفلك منوصل لهذه النقطة منقول ياريت معرفة أم لأ عندما يكون هناك رؤية محددة وحلم يجب تحقيقه ما منعودة تطلع على المعرفة بطريقة سلبية إنما فقط نرى الإيجابيات فيها وبدأ استغل الظرف وأسألك كثيرا تحكي إنه قد يكون هناك مشروع القمر ياريت بتفسرنا عنه أكتر أو بتعطينا المسموح نعرفه من هذا طبعا طبيعة قطاع الفضاء ومبني على روح الاستكشاف وروح محاولة التعرف على الأشياء اللي نحن ما نعرفها فردا على سؤالت ما أعتقد أبدا إنه في خوف من لما نعرفه لأنه أصلا سبب وجود القطاع هذا جزء كبير منها هو روح الاستكشاف رسال مسابير إلى المريخ وإلى سطح القمر وإلى كواكب بعيدة الهدف منها معرفة جديدة أو اليوم نستكشف أشياء لا نعرفها طبعا نتكلم اليوم مسبار الأمل طبعا مشروع أطلقناه في عام 2020 وصل إلى كوكب المريخ عام 2021 وبعد ذلك نحن نكملنا مسيرة التطور ودخلنا في مشاريع مختلفة جديدة السنة القادمة عندنا مشاريع كثيرة أول مشروع هو مشروع الإمارات لاستكشاف القمر ولأول مرة في تاريخ المنطقة بنرسل العربة صغيرة مركبة إلى سطح القمر وبتنزل إن شاء الله على سطح القمر فهي لأول مرة العرب ينزلون على سطح جرم سماوي ثاني الهدف طبعا من العربة هذه القيام باستكشافات علمية فبننزل اليوم كدولة في منطقة لم يصل إليها البشر في السابق وعند تجارب علمية مختلفة السيدة فرانسيسكا هذا آخر سؤال لك وبعدها كذلك سأسأل الدكتورة تشونغ ما هو الفرق وما هي أهمية بين أن يكون الفرد مرشحانا وبين شخص فائز في هذه الجائزة جائزة شيخ محمد بن راشد المكتوم للمعرفة ما هي أهمية أن يحصل عالم ما على التكريم في الإمارات العربية المتحدة أنت قدمت من بلد أوروبية هناك مساهمات بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية ومن المحتمل أن المؤسسين وجمع التبرعات لا يأتون من بلد عربي إذن ما هي أهمية هذه الجائزة الجائزة التي تهتف إلى تشجيع العاملين في مجالات المعرفة مثل مجالك تماما العلماء وشباب والحائزين على جائزة نوبل حسنا أن مقتنع في الواقع أننا بحاجة إلى المعرفة في جميع أنحاء العالم ونحتاج إلى معرفة عالمية ليس فقط الحصول على جائزة نوبل في ستوكهولم أو الحصول على أفضل الجامعات على أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية لأننا رأينا الفيروس قادما من الصين وعلينا حل المشكلات التي نواجهها جميعا على مستوى العالم ولا نواجهها ونحلها إلا بالمعرفة نحلها إذا تعاملنا معها على المستوى الدولي وبالنسبة لنا في أورطان هذا مهم جدا أو من المهم جدا لنا أن نأتي إلى الإمارات ونفد بي لذا فأنا فخورة جدا وهذا يشرفني للغاية وممكنة جدا لأننا حصلنا على هذه الجائزة لأنها تساعدنا عليك القدوم إلى ليندا وعليكم القدوم إلى ليندا وفنحن بحاجة إليك من المهم جدا أن نحصل على هذا المنظور أيضا لدينا بالفعل نحن بالعربية باللغة العربية نقول مبروك والتي تعني تهنينا في هذه الجائزة والكثير وكثير من الجوائز في المستقبل دكتور تشون ماذا أضافت هذه الجائزة في مهنتك ومسارك العلمي بعد كل مختبرات الفيروسات والعمل الذي قمت به من الممكن إعادة السؤال ما قد أضافت هذه الجائزة إلى مسارك المهني أعتقد أن هذه الجائزة تشرفني كثيرا بالنسبة للعلوم لا أستطيع أن أخبرك بكل الأشياء التي مررت بها فأبيأخذ وقتا لكن قبل أن أحصل على شهادتي في المستر بعد تخرج من الجامعة اشتغلت لدى شين يانج لمدة ست سنوات في مناسب عدة في مجال البنوك لمعرفة المزيد والمزيد عن الأمور الأخرى لكن بعد حصول على شهادة المستر وعلى شهادة شهادة الدكتوراه وفي تخصص الأمراض المعضية أدركت بعدها أنه ربما المعرفة هي الأساس والقاعدة علوم الحياة وهذا سيساعد الكثير والكثير من الأشخاص إذن كل شخص يبدأ بالمعاناة كلما تقدم من العمر ويبدأ يكون أكثر عرضة للأمراض المعضية إذا تقدم في العمر إذن حلمي أن أصبح محترفا في الطب والعلوم البيولوجية لكي أستطيع أن يساعد عدد أكبر من الأشخاص إذن هذا هو حلمي كذلك دائما ما أخبرت طلبتي بأن يقدم الكثير والكثير من المجهود أو من الجهودات في هذا المجال ربما لن تستطيع تقديم أي معرفة للعالم حاليا ولكن استخدموا معارفكم لكي تغيروا وتحموا العالم في المستقبل أنا كبير في السن الآن لا أقدر على القيام بالكثير من العمل الآن لكن الشؤالة تقدم إلى شباب الموضوعون بإمكانهم المساهمة أكثر لا نرهب في قدوم فيروسات أخرى في المستقبل أو إيتي أمراض أخرى شكرا جزيلا لك دكتور تشون من الصين في اختصاصاتك في دراسة الفيروسات البيئات وكل تلك الأمور التنظيمية كيف تنتقل من مكان إلى آخر شكرا جزيلا لك ولسيدة فرانسيسكا كاسل التي قدمت من مؤسسة لينداو المدير عام مركز محمد بن راشد الفضاء سعادة سالم المري مبروك تهانينا لحضور الكريم شكرا جزيلا لكم شكرا للمتابعة وإذا طولنا عليكم حزرون شكرا للمتابعة 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 شكرا للمتابعة